يعني انت دوري بالقوة دي الحاكم يتعدى فيه في يوم مصر طب هل معقولة الحكام المصرين كلهم باجمعوا ان بيتوريا ليس له خالص اي صلاح يطول ليه اي حاجة وفشل في مهمته في الاتحاد المصر وقوية القدم هم هم حسن يعني اقولك على الحاجة كبت المصطفى امين عمر مرشح لكاس العالم كويس لعب كام متش من اول سن اعرفش انت اربع خمس متشان بس حاجة يعني في الثالثات متشات بين اربع حاجة تعالا النهاردة واحد زي محمود عشور رايح الالومبياد ما باخدش متشات شب من المقصود بقى ايه انا مش قادر افهم يعني يعني دلعكس هل اتحاد الكرة بيش داريانين بالدنيا كلها اللي حواليهم مش عارف والمشكلة قصيرت والتحاد الكرة قال مش موقوف طب ما بيلعبش ليه يعني حاجات كتير الى جانب يعني خلي بالك الراجل بيقول كلام يبرق نفسه يقول انا مليش دعو انا راجل جيت عملت لوائح وخدت التصنيف منهم وعملت لهم الكلام ده ودول اللي بيعينوا الحكام ودول اللي بيعينوا الفار ودول المساعدين ام كذا شفت التارير اللي احنا عملنا بتاع شوف شوف لاتنبرج ده لما قالك ان انا مش جيت لانه بيفرضوا علي كذا وكذا ماهو يعني ده يعني مين اللي بيديري منعب المشكلة مين اللي بيديري الاتحاد ما خلي بالك يعني برضه بلد بحد من مصر بقي فيها اتحاد فاشل زي ده بس كلاتنبرج يعني معلش كان قاعد كان قاعد ايه وانا قاعد بيشتغل بيبقى طلوس ما بيشتغلش ما بيشتغل بيسافر ويجي وزوم وكلام طب ما تعملش ليه ستوب الراجل ده توقف انت عمال ده لولا اللي حصل بقى المشاكل وهو على ضوءها اه مشي كلاتنبرج مشي جي بعضي جي بعضي يا فيتوريا طيب فيتوريا نجح في التحكيم ما مش هو الراجل مش جاي هو جاي بيقولهم بيقول انتوا مشاكلكم في عدد الحكام والحاجات دي والتصنيف مشاكلنا حلها ايه ما هو ما هو هو دخل ولك انا عملتلكوا كده انتوا بقى خشوا في التصنيف في الحاجات طبعا اللي موجودين بيشتغلوا تعبوا تعبوا ليه لان هو خناءهم بالتصنيف انت تخيل يا كابتن مصطفى حكم في الدور الممتاز بص يلعب مساعد حكم مساعد فار بعد يومين يلعب حكم انت فهمني يعني حاجة حاجة كتير صلطة صلطة لا ما كتير مش وناس ثانية ما بتخدش حاجة خالص يعني وديك مسا لا ما فيش كده ما فيش انت التصنيف عملته يعني المفروض يبقى أوسع من كده وبعدين انت جاي تعمل تصنيف مرة واحدة طب ما تسيبها زي ما كانت ماشية وخلي التصنيف أوسع يبقى عندك يعني كليدمبرج كتب ايه في التقليل بتاعه والله الكلام اللي كله يعني ميديا بتطلع طول الحاجات دي لكن انا ما شفتلوش تقريب خلي بالك هو مداش محاضرة الحكام ما عملش ما هو ده الشيء الغريب يعني ده الشيء الغريب يعني نفسرد لو جبت اسم مثلا رئيس لاجة حكام مصر لما كان آآ الكافتن محمد حافظ كانوا بي حضروا الحكام تكلموا عن الحكام وفن الحكام بتروح للاندية تحضر اللعيب يا جماعة الحاجة دي احنا احنا عشرناها طب انا عارف وانا عدرتون يعني الكلام ده احنا احنا عشرناها ايه اللي حصل ليه ناس اما المشكلة احنا مش عارفين مين اللي بيدير الكرة في مصر بس بلد بحجم مصر كلها حدش عارف مين اللي بيدير الكرة فيها بالاسلوب اللي احنا شايفينه ده احنا نازلين مش اقولك يعني نطلع ونستنى نطلع لا احنا نازلين للأسف للأسف لو حيبقولها وانا زعلان طبعا خلي بالك احنا المنظومة عاملة زي السلسلة يعني بكر اه يعني يعني احنا النهاردة التحكيم تحس ان الحكام انا بقولك مش الحكام مظلومين صدقني على اخطاهم لان هم ما بتعملتنهمش حاجة ما خدوش فلوسهم لحد النهاردة خلص باخدو كلام كلام فاضي يا كابت وما الفلوس اللي بيخدو من قديد بتروح فيه بص يا كابت لا دي واحدة الحكام لبيتتخصم من لكن ما باجت لهمش باجت لهمش بس الاتحاد واخدها بص يا كابت المصاف اقول لك على حاجة هات مباراة مثلا اي مباراة بتتلعب كويس وتشوف الحكام هتلاقي المدير الفني باللعيبة والمدير الفني باللعب طول الفلائتين دولا راحوا المكان دا ما صرفوش جنيه النادي واخدهم منيمهم مأكلهم وشربهم والحاجة وركحهم مزبوط الحكم الوحيد اللي بيحطوا من جيبه بالزمة دا كلام بالزمة دا كلام انتو الناس اللي بتديروا اتحاد الكورة والحكم دا بيش بشر يعني انا في حاجات كنت باس معانا انما عشان الكابتن شيناوي يقولي الكلام دا والرأي كان في المطبخ فعيب عليكم والله وحيط ربنا طب الفلوس اللي بتاخدوها من الاندية الاول كان الحكم بيخلص المباراة يستنى النادي عشان يدير اللي هو بيعمل عبو يدير الفلوس اتحاد الكورة وقال لك لأ ماينفعش يودون احنا الفلوس وحنا نندهالو طب انتو خط الفلوس يودون هاش الحكم ليه لازم فيه لاب في دوران عشان تنزل منها حاجة 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 تبدأ وحاجة قلة أدب بصراحة حاجة قلة أدب